ما فيش حاجة اسمها إن الشعب الكويتي ما بيحبش المصري وإن المصري ما بيحبش الكويتي الكلام ده في القوانطة تعالوا نشوف الفيديو الأول وبعد نحكم أنا مش بدافع عن تصرف حصل في الكويت أو مش بدافع عن حاجة لكن لو سمعت الفيديو كويس هتلاقي الرجل داك عليه بيقول له هو أنت ماشي ورا مراتي ليه فقال له صل على النبي والسلوك أو طريقة الكلامه ما كانش كويسة اللي هو المصري اللي كان موجود ومش بكرر كلامي تاني مش بدافع عن تصرف الكويت هو مش مقبول لكن خليها بس نتكلم بالعقل وبالراحة شوية وبلاش دايما نعمق من الموضوعات أنا واحد من الناس عيشت في السعودية وتربيت في السعودية وتولدت في السعودية وجيت مصر هنا وأنا عندي تقريبا خمساشر سنة تقريبا حاجة زي كده يعني ما جيتش صغير أنا عمر محد اتعرض لي وعمر محد يكلمني وحش وعمر محد تصرف معي وحش وليه بقى صحاب كتير جدا سواء كانوا في الكويت أو في الإمارات أو في السعودية الحقيقة سيبك من كلام الشعارات اللي هو أصليحنا شعب واحد وأما واحدة وكذا لأ المحترم محترم في اي مكان واللي مش محترم مش محترم في اي مكان انا معرفش السلوك حصل ايه او معرفش تقلو ايه العيب الحقيقي على اللي نشر الفيديو والعيب الحقيقي على الجريدة الكويتية اللي حطت الفيديو بصوت وفي الضرب وإذا كنت انا النهاردة حد تصرف سلوك مش كويس فانا قمت احتجزتو ما هو ده حاجة طبيعية وانا لو في مصر هنا وهو حاجة حصلت فانا برضو هحتجزه الحاجة التانية المهمة انا شايف ان فيه ناس كتير جدا حملت وزارة الهجرة الموضوع كله وان ازاي هتسيبه المصري وحق المصري ومشاك ايه يا جماعة مفيش حاجة اسمها كده في حاجة اسمها انك قبل ما تسافر بتاخد الرولز بتاعة البلد اللي انت رايحها بتعرف انت رايح ايه السلوك ايه اللي ليك ايه اللي عليك طيب لو حصلت خناقة او حصلت مشكلة انت كمان من حقك انك تتوجه لي اسم الشرطة وتعمل محضر او تتوجه لوزارة الخارجية وتطلب انه يحلو لك المشكلة او كذا لكن بلاش نعمم الموضوع يعني بلاش نقول انه الكويت كذا وانش الكويت كذا يمكن تكون الكويت اكتر دولة حصل فيها مشاكل بين المصريين والكويتين يعني حصل مشاكل بس خلينا نركز في نقطة معظم المشاكل اللي حصلت اعتقد انها كانت خلافات شخصية يعني واحد يتخانق مع واحد فنتج عنه خناقة ضرب وطبعا اكيد وانت في الغربة بتبقى اضعف من وانت في بلدك ده حاجة طبيعية الكويتي هو في مصر او السعودي هو في مصر او الاماراتي هو في مصر بيتعامل باحترام الناس بتعامله باحترام لو ما تعملش باحترام ما برضو الناس بتتخانق معا مالوش علاقة بالجنسية يعني مالوش علاقة بده جنسيته ايه وده مصري ولا كويتي ولا اماراتي انت شخصيا كمصري او سعودي او كويتي او ايا كان جنسيتك ايه لو حد جاء قالك ان في حد عكس مراتك هل انت هتتعامل مع الموضوع ده عادي هتاخده عادي هتقول مش مشكلة عادي هروح اتكلم معه وفهم لا انا معرفش العامل المصري ده قال للست دي ايه هقول لك على حاجة انا ليه ناس صحاب في الكويت لحد دلوقتي عايشين هناك وشغالين هناك ولا حد قال لي بيحصل مرة مع مشكلة وبالعكس في شغلهم وبيتطوروا وبياخدوا مناصب كويسة وبياخدوا اجور كويسة مقابل شغلهم هو انت مش تاخد حسن لله ولا انت بتاخد حاجة لله كذلك لو جاء واحد كويتي هنا في مصر عمل استثمار وهو برضو بيكسب فلوس ومش بيكسبها لله هو انت بتعمل شغلك فبتاخد مقابل فلوس لكن بلاش نعمل من موضوعات يعني انا بصراحة شايف انه اي مشكلة بتحصل وزارة الهجرة الناس فين هجرة ايه هجرة ايه هو معلاش يعني انت شفت عدد المصريين اللي مسافرين برا وعاملين برا مصر ليهم حقوق وليهم واجبات هل معقولة كل الناس اللي برا مصر بيتهانوا لا طبعا مفيش كده بلاش يا جماعة نعمل من الموضوعات بالشكل ده وبلاش نخدها بالشكل ده خليه نفهم الاول ايه اللي حصل وبصراحة جديدة جدا لو كان العامل ده المصري ده فعلا عاكس مرات الراجل ده او تصرف مع تصرف غير لايك يستاهل ان الراجل يروح يعمل فيه محتر ده سلوك شوارع مش سلوك اشخاص متعلمة ولكن انا معرفش حجم الموضوع حصل ازاي او الراجل قال ايه خلى الراجل الكويتي يتصرف كده خليه نقفل الموضوع انا مش بدافع عن اشخاص معينة ويا ريت يا جماعة ننسى شوية بقى موضوع احنا اللي علمناكو واخنا اللي عملناكو واخنا اللي سوناكو لا ده حقوقنا على بعض انا لما بكون برضو محتاج حاجة المفروض انها حاجة من دول عربية واي دول عربية تحتاج مني حاجة برضو انا هكون موجود في حاجة اسمها حقوقنا على بعض احنا حقوقنا على بعض اكبر بكتير من التصرفات الشخصية او التصرفات الفردية لو سمحت بلاش نعمل من الموضوعات وفي نفس الوقت نفهم كويس قوي قبل ما ناخد قرار شكرا